مرحبا برج الحمل ها في قراءتك العامل قراءة صاحق الطالع الشمسي والقمري رح ننظر نظرة بشكل عام على الأمور المتوقعة من عدة جوانب في حياتك إن شاء الله وأبتدي بالجانب العملي جانب الأموال المشاريع الوظيفة وأيضا الدراسة كلها يكون في المجال العملي ما هي التطورات والتوقعات لك برج الحمل كأنما الشيء الوحيد اللي واقف بينك وبين كل ما تتمنى في حياتك الرخاء الحب العلاقة المكافئة أنت كأنما إهني قاعد تنظر إلى الحياة بشكل عام الجانب الماضي جدا مهم في استقرارك حتى في الجانب الأسري ومع الشريك حان الوقت إن أنت تدرك إن الوقت تغير إذا كنت في الماضي دائما في إحباط دائما الأمور ما تمشي لمصلحتك دائما تحس إن كأنما الظروف ضدك الأمور مجتمعة عليك مقدر تحقق لنفسك الشيء اللي طمحت فيه وإجتهاداتك ما قاعدة تعطيك ثمارها هذا كان في الماضي يجب أن تدرك إن حين دقت ساعة العمل بما معناه حان الوقت إن أنت تنهب إنهم معناته إن إحنا نتعافى من الأمور اللي حدثت في الماضي الخسارة الفشل عدم النجاح أمور ما مشت حسب توقعاتنا لازم يكون عندنا إيمان إن ما مشت لحسب توقعاتنا مو لأننا إحنا فاشلين لأنه في هاي الأمر مو مصلحتنا مكتب ليوصل لهاي المستوى وبعدين ينتهي مكتب لهاي المستوى من النضج في وظيفتك الحالية أو في مشروعك كأنما إهني مطلوب منك أن تركز على الجانب الإيجابي كل جانب أو كل شي فيه لجانب إيجابي إذا ظلينا نركز ونعمر في الجانب الإيجابي بدل ما نقعد نبكي ونشتكي ونحزن من الجانب السلبي لمعاجبنا في الوظيفة في المشروع في الأموال الأموال المكفاية كل ما أحط يدي في مشروع ما يعطني الثمار عندما تستطيع أن تتخلى عن طاقة الأكواب طاقة الخسارة الندم تحس إن دائما تعيد نفس القصة مهما مسكت مشروع جديد بداية جديدة فرصة في الأفق تنتظرك وتحدق تحدق فيك إذا ظليت في هاي الوضع ما رح تدرك أن هاي الفرصة أصلا موجودة كأنما الفرصة هني قاعدة تعرض نفسها عليك أنت في ظروفك أنت الحالية المطلوب منك أن تنظر إلى نصف الكأس الممتلئ لأن إذا ظليت مركز فيه رح تدرك وتكتشف مع نفسك إشلون تخلي الكأس كله مليون تطلع من طاقة أنا قبل كم سنة صار لي كذا قبل كم سنة خسرت في مشروع قبل كم سنة دائما أنا برج الحمل مثلا يظلموني مو أنا اللي أحصل الترقيات مو أنا اللي أمشي على حساب أو على مزاج الرأساء عندي في العمل وأحصل الترقيات أنا عمري ما تفوقت في الدراسة هاي النوع من الكلام اللي قاعدة تكلم فيه نفسك حان الوقت أنه ينتهي إذا رحلت عن هاي الطاقة الطاقة الجديدة بروحها ستطرق الأبواب لأنه ما عندك شي يدق الأبواب حانة ساعة العمل أيضا فيها صوت الساعة حانة ساعة اللي أنت تبتدي تحط جهودك في الأمور اللي تريدها أن تثمر بدل ما تقعد تقول دائما لقصة الأرنب لنفسك قصة الأرنب اللي دائما يعتقد هو دائما طاقة خائفة دائما يعتقد أن يوم من الأيام سيأتي النسر ويأكله ويبتدي دائما يعيد نفس القصة يقول لنفس الناس دائما يستكي من الضرائب من المصاريف من قلة الأموان من الخسارة من أن أنا مظلوم الناس يظلموني هاي النوع من القصة إذا قدرت تطلع نفسك من هاي النوع من الكلام ستحصل على مرادك ما هو مرادك ستحصل عليه الصرصة هنيتا تضرك البداية الجديدة كأنما في بذرة هني جديدة توها ابتدت تزهر إذا ما قدرت تعطيها اهتمامك الكامل ما رح تستطيع توصلها إلى مرحلة النضوج إن تكون شجرة كبيرة تعطيك ثمار هني أنت اللي عندك القدرة على تحرك الأمور في حياتك انظر إلى الجانب الإيجابي من ناحية العملية خلي شوف نوضح الكرتات أكبر أنا مو قادر تتخطى مو قادر تتخطى الحقيقة إن الوقت تغير الوقت تغير حان وقت إن أنت تطلع من الحيرة كأنما هني يقول لك أي طريق تختار أفضل من أنك تظل محتار تظل تتكلم عن الماضي وعالق في طاقة الماضي وتدرك إن هني في فرصة رح تستطيع تنميها بقدراتك بطاقة الماء هني اللي عندك صار مثل طاقة الندم رح تستطيع أن توصل نفسك ما أقول لك أحد يساعدك أقول لك توصل نفسك للسعادة الكاملة هني عندك اجتماع السعادة الحب الزواج مع الرخاء والأموال عندك هاي نوع من الطاقة لما نشوف أول خماسي يقع تحت عشرة الأكواب معناتها التقاء المصب مصب نهرين قويين رغبات عندك إن تكون سعيد مع الحبيب وأيضا تكون متزوج ومرتاح وعندك الكثير من الأموال هني دائما الخماسي الأول يتكلم عن مثل البقرة الحلوة قاعدة الدر لنا الدر بدون توقف هاي نوع من الأموال اللي تضل دائما تعوم وتأتي لحياتك في نقطة التقاء عندك إن شاء الله في المستقبل بس انت اللي هني المفروض تحط نفسك في هاي المصب انت اللي لازم تضع نفسك في هاي الطاقة تدرك إنه متوفرة عشانك تدرك إنه حان الوقت إنه أنت تغير محيط طاقتك الساحر لما يكون معكوس معناته فعلا أنت لديك جميع العناصر المجتمعة في الفترة القادمة عشان تغير وضعك المالي حتى وضعك الدراسي ووضعك في العمل وفي التجارة بس هل أنت ما قاعد تستخدم قدراتك في المكان الصحيح؟ نعم لأن أنت في نهاية عندك طاقة إذا ظليت تصرفها على الحزن والبكاء والندم وتقول دور إنه أنا ضحية أنا ضحية أنا دائما ظلموني أنت ما قاعد تصرف هايضي الطاقة بأن تجلب لنفسك السعادة والشريك والحب اللي متوفرين من أجلك الساحر معكوس معناته عنده العناصر ولكن مو عارف يستخدم العناصر من أجل مصلحته حتى العناصر إذا كانت متوفرة عشانك كأنه ما قاعد تستخدمهم ضدك ضد نفسك كأنه ما هني أنت قاعد تمر بمرحلة يسمونها self-sabotage تخريب وتدمير النفس ذاتيا حال الوقت إن تترك أو تنهي تتخلص تتشافة تتعافى من المشاكل أو القضايا والأمور اللي مريت فيها في الماضي لما نمر بفترة طويلة بماضي ما نعالجه رح يكون هذا هو وضعك الفرصة الجميلة موجودة ومؤاتية كل ما عليك أن تفعلها أن تدرك أن عندك العناصر عندك الفرصة قادمة بإذن الله وتستخدمها بدون ما تكعد التعيد على سنفونية أنا عمري ما نجحت أنا عمري ما حد قبلني أنا عمري ما حصلت على مرادي أنا دائما ما يختاروني من أجل الترقية أنا دائما ما يختاروني من أجل المنحة أو البعثة هذا النوع من الكلام هذا فقط اللي وقف عائق بينك وبين كل ما تتمنى في الحياة الجانب الثاني اللي رح ننظر له هو الجانب العاطفي ستكون نظر عام على الوضع العاطفي ثلاث الخماسيات ثمان الخماسيات الشريك سيأتيك بعرض جديد ممكن حتى يكون شريك جديد ولكن هناك مثل ما قلونا فيه twist for events أو twist of events في حبكة أو لفة في الموضوع يعني الشريك سيعرض عليك شيء أنت ما كنت متوقعه ولكن شيء إيجابي سيكون من العدم ولكن سيكون بطريقة لطيفة من العدم رح يكون هو مننا بادرة بطريقة مبتكرة أنه مثلا خلنا نبتدي نخطط حياتنا مع بعض خلنا نبتدي نفكر في الارتباط خلنا نبتدي نفاتح الأهل في موضوع الزواج هاي النوع من التطور لأن أشوفك كأنما هناك أنت مركز على التفاصيل اليومية الحياة العملية الروتيني اليومي أنت مركز عليه في عز تركيزك وفي عز انشغالك سيأتيك الشريك بعرض جديد كأنما أنت هناك في نفس الوقت قاعد تعمل على مشروع تحاول تكبره يحتاج منك الاهتمام الكامل لأن مشروع توا قاعد يطلع أو مثلا ممكن حتى في الوظيفة عندك شيء بعد تهتم فيه تريد أن تكبره ممكن حتى شهادة علمية عندك شيء محتاج اهتمامك الكامل ولكن عرض الشريك رح يطلب منك أن تعملون في شراكة مع بعض اللي هي ممكن تكون مؤسسة للزواج الخطبة الارتباط الحب أن نخلي الألهل وهي بعض كرت أن نبتدي نعرف الأهل على بعض خطوات جدية ولكن بأسلوب مبتكر بدل ما يقولك مثلا أريد زواجبك سيقولك شراك نعرف خواتي على أمك أمي على أمك هاي النوع من الطاقة بشكل شوي مختلف بشكل جديد بطاقة جديدة أسلوب مبتكر أنت هني مشغول يا برج الحمل خلال هاي الفترة اللي سيأتيك فيها الشريك بإذن الله أنت هني ستكون شوية كأنه ما في موضع حيرة تسأل نفسك لماذا الأشياء اللي أريدها تأتيني في الوقت اللي أنا يكون مشغول فيه وعندما أكون فاضي هذا الشريك يكون مشغول عني ليش دائما عكس فكرة الحيرة أول شي يعني أول ردة تفعل منك ما رح تكون جدا متحمسة رح تكون قاعد تحسب شلون رح توزع طاقتك وجهدك وتوجد الوقت حتى عشان توفق بين العمل وبين عرض الشريك الجديد ولكن ستدرك في نهاية المطاف كأنما يأتيك الإلهام أن هذا هو الشيء الشخص العرض اللي لطالة ما حلمت فيه ستدرك أيضا أن أنت فيه مرحلة النجمة كرت النجمة معناته أمنيتك في الحياة هي ليست فقط واحدة أنت مش مسموح لك فقط بإمنية واحدة أو مخير أما الزواج والحب وأما العمل والأموال والنجاح أبداً هنا يقول لك لا تتنازل عن الطريقين لا تحس أن أنت مخير أما يمين وأما يسار أنت تستطيع تحصل على الأثنين تزامناً في نفس الوقت كل اللي عليك تسوي أنت تواصل مع نفسك لما تكون متواصل مع نفسك رح يتعرف بينك وبين نفسك بدون حتى أن تسأل الآخرين متى أعطي الوقت الأولوية للشريك متى أعطي الأولوية لعملي ومتى أوفق بين الأثنين هذه أمنيتك اللي تلوح تلوح في الأفق من فترة طويلة يا برج الحمل فلما تأتيك الفرص تجتمع عليك الفرص لكذا لأكثر من شيء رح يأتيك خلال شهر مايو ابتداء من شهر مايو الفرص رح تبتدي تتجمع عليك الحب يدق بابك العمل احتمال أيضا الدراسة والتجارة أو إنشاء أسرة كلها رح تجتمع الفرص لتكون الأبواب تطلق عليك فإهني عندما تجتمع الفرص لا تصير أنت انسحابة أو تخاف من الانشغال تخاف أن أنت ما عندك الوقت والطاقة الكافية أن أنت تعامل معاهم كلهم مثل ما يقولك هذه فرصة عمر خذ الموضوع كله لازم تدرك أن أنت أمامك حصة الأسد لازم تستفيد منها بأقصى درجة ممكنة عندك كرت الأمنية ما تمنيتها قاعد يحتث لك فلا تصير أنت اللي تهرب منه الحبيب الحب الزواج وأيضا حتى النجاح كلهم إن شاء الله يأتون في طريقك القراءة العاطفية التفصيلية رح أسويها إن شاء الله في الفترة القادمة تكون خاصة أول شيء للمنفصلين والعذاب والمرتبطين عشان يتطبق على حالاتك بشكل خاص اللي بعدها رح ننظر إلى المجال الجانب الصحي وأيضا جانب القناة نشوف ما هي التطورات برج الحمل هل أنت تكره عندك خوف أما من المستشفيات أما من الإبر أو العمليات نزل نزل ولكن كأنما أنت تحتاج لهذا الشيء اللي أنت قاعدة تحاول تهرب منه أنا بعدها تنقلب أوكي دائما تحاولي الهرب التملص من الفحوص التملص من زيارة الدكتور التملص من أن تفصح عن ألمك تفصح أن أنت محتاج مساعدة في جانب معين في الصحة تعاني من عوارض ما قاعدة تخبي وقاعدة تداري بسبب أيضا نوع من الخوف تخاف تكتشف أنه عندك مشكلة وهذا الشيء يخلطك خلنا نشوف ما هي النصيحة لك النصيحة أن تدرك أن أنت الحمد الله حالتك وصحتك جدا ممتازة ومستقرة وصلبة العوارض اللي تشتكي منها هي مجرد عوارض ما في تحتها مشكلة كبيرة أساسية هي مجرد عوارض يجب أن تعالجها أول بأول عشان لا تتراكم وتسبب مشكلة كبيرة إذا كنت تعاني من العوارض إذا ما عندك أي مشكلة صحية فأنت الحمد الله تمام وستبقى بأفضل حال عندك كارت الاستقرار وحجر الأساس فأنت أساسك صلب ولكن في أمور معينة لازم تنجزها بالتعاون مع إما المستشفى أو النظام الصحي فحوص روتينية قاعد تتملص منها جرعة أوبر جراحة بسيطة أنت هناك كأنك قاعد تخاف حال الوقت أن أنت تواجه الموضوع ما تظل تتملص عشان المشكلة ما تأثر على صحتك العامة وأساسك القوي اللي موجود حالياً وقاعد تتنعم فيه عند كارت الامبراطورة أنت تتنعم في رخاء وفي صحة وفي نعمة كأنه مهني ما تدرك قيمتها عشان تحافظ عليها لازم تظل أنت اللي تراكض وراها مو تهرب منها خلا نشوف الجانب القانوني عزيزي برج الحمل في الجانب القانوني حان الوقت أن أنت تنظر إلى الموضوع اللي عندك إذا كانت عندك أي قضية في المحكمة أو في الشرطة تنظر إلى إذا كان عندك أشخاص معنيين مثل الأطفال ضع مصلحتهم أولاً لا تخلي عنادك هو اللي يقود الموقف معروف برج الحمل ممكن بعض الأحيان يكون قوي وعنيد كارتك الخاص هو اللي طلع عندك كارت الامبراطور لما طاقتك تطلع عندك معناتها بمزاياها وبعيوبها قاعد أنت ماسك الموضوع الامبراطور قوي يعتمد عليه ولكن في نفس الوقت جداً صارم وعنيد يعني من نوع اللي ما تقدر تناقش معه هل أنت وجهة نظرك في الموضوع غير مرنة؟ هني كأنما يقول لك خل عندك شوي تعاطف أو مراعاة للأشخاص اللي رح يؤثر عليهم القرار مو الخصم مو شرط الخصم نفسه ولكن إذا عندك أبناء إذا هذا الشخص عنده أبناء ورح يتأثرون أيضاً بسبب هذا القرار عنده أهل يعتمدون عليه فكر في هذا الجانب قبل أن تتخذ خطوات كبيرة قبل أن توصل لمرحلة أنت ما تقدر أنه خلاص تتراجع عن قرارك لأنه أشوف أن الحكم إن شاء الله في المستقبل سيكون في صالحك أو أنت عندك القوة في الموقف أنت اللي تقدر تحدد فكأنما هني مطلوب منك إن شوي تنزل من طاقة الإمبراطور وتأخذ طاقة خلني أبحث عن طريقة أحمل فيها نفسي وأحصل على ما أريد وفي نفس الوقت ما أأذي أو أسمح للأذية تنتشر لأشخاص يعتمدون على هاي الخصم أبناء أهل احتمال إذا بينكم أبناء مشتركين يعني بما معنى هنا حتى لو عندكم مشكلات خاصة المشروع أو البسنس خذ اللي من حقك ولكن أحرص أن أنت ما تدمر سمعة المشروع بشكل كامل خذ فقط حقك من الموضوع أحرص أن أنت ما تترك أثر أثر مدمر أو أثر يترك نتائج سلبية على حياة هذا الشخص أنا أشوف كأنما موضع القوة عندك أت خلنا نشوف الأخبار القادمة بطريقك أو من هو الشخص القادم في طريقك إن شاء الله في المستقبل ثمانيس الأكواب مرة أخرى معنات طاقة الندم أو التعلق في الماضي عدم القدرة أننا نرحل عن أمور حان الوقت أننا نرحل عنها عليزي برج الحمل في الفترة القادمة احتمال شخص من برج ترابي أو شخص يرى الأمور من وجهة نظر جدا عقلانية وحكيمة عندك إنسان حكيم في حياتك شخص دائما يقف إلى جانبك أنت يأخذ الطريق إليك أنت مهما كانت الظروف هذا الشخص يقف معك أنت يتفق معاك إذا عندك أشخاص أنت عدو معاهم هذا هو حليفك احتمال أم أخ أب أخت عضيدك في الحياة كان دائما يتفق معاك في كل الأمور في الفترة القادمة راح يختلف معاك في أمر مهم راح يختلف معاك ولكن من أجل مصلحتك راح يخبرك إن يا برج الحمل احتمال هذا الارتباط بالجانب العملي أو الجانب القانوني اربطها مع هذا كل جانب عشان تفهمها إن هذا الشخص يقول لك فعلا حان الوقت إما أنك تنظر إلى الإيجابيات في حياتك ما الظل حتى هذا الشخص أشوفك إنما تعب أو تملل من كثر ماء تندب حظك فكأنه مهني حامل الخماسي بيده قاعد يريك الجانب الإيجابي اللي في حياتك أنت قاعد يقدمها لك على طبق ويقول لك انظر إلى النعم اللي عندك في حياتك وما قاعد يتقدرها وقاعد دائما عالق في التفكير السلبي وهذا التفكير السلبي هو اللي يمنعك عن بدايتك الجديدة اللي تستحقها البداية تنتظرك هذا الشخص راح يقول لك هاي الكرام البداية في انتظارك أنت استطيع أن تنجز أنت اللي تقدر تسوي راح يقول لك لا تقعد تلوم راح يقول لك لا تقعد تلوم يا بروت الحمل وتقول بسبب شلان ولأن علان تسوى فيني ولأنه أنا ما حصلت على الترقية ولأنه ولأنه لا تحضي أعذار هذا الشخص يقول لك خلاص كفاية أعذار كفاية نعيش في الماضي كفاية نقعد نحاول نمشي أمور ما قاعدة تمشي حال الوقت أننا نرحل عن الأمور اللي ما قاعدة تمشي واتطالع الطبق اللي عندك اتطالع حياتك الجزء المليان فيها النعم الموجودة فيها وقتها أول شيء ان تردد فعلك راح تكون تستقرب من هذا الشخص شلوني قاعد يكلمك بهاي الطريقة لأنه دائما كان يتفق معاك وأيضا راح يوعيك وإن كان بينكم اختلاف بسيط راح يوعيك على شيء خفي عنك راح يرى الأمور حتى يتفق مع أشخاص بالعادة يختلف معاهم من أجل أن يريك أنت الحقيقة من أجل أن يفهمك أن الكنترول عندك يا برج الحمل ولكن لازم تطلع من طاقة ثمان الأكواب راح أسحب لك كارز أخير تابع النصيحة نشوف ما هي موسيقى موسيقى الارتباط الروحي بين شخصين بين شيئين بينك أنتو بين هدفك في الحياة بينك أنتو بين ما تتمنى يقولك علاقة فيها ارتباط يعود إلى حياة قبل هذه الحياة يعود إلى أزمان سابقة ونشوف شخصين بينهم مسافة ولكن بينهم ارتباط عقلي أو روحاني أو روحي حتى وفي الوسط يمدون يدهم إلى بعض احتمال هذا هو الشخص اللي قلت لك هو القادم في طريقك شخص عزيز عليك دائما هو مثل ما نقولين حليفك حليفك هذا الشخص في الحياة وإنتو مرتبطين وإنك أنتو مختلفين أنتو مرتبطين قبل هذه الحياة أنتو اجتمعتو لسبب هنا وهو أن هذا الشخص يفهمك لأنه جدا يفهم بحال الوقت أن أنت تقبل نصيحته عنده نصيحة في الفترة القادمة ورأي رأي عنده رأي واضح ودقيق بخصوص حياتك حول أنك تتقبل لأن هذا الشخص ليس شخص يدخل ويخرج من حياتك أو شخص عابر هذا الشخص عندك معه ارتباط روحي وأسباب تجمعك فيه من قبل هذا